تحظى المرأة البحرينية برعاية واهتمام خاص من لدن جلالة الملك المفدى ويظهر ذلك جليا في الخطابات الملكية السامية التي دائما ما تؤكد على دعم تقدم المرأة البحرينية على المستويات كافة نعم هذا طبعا منعكس إجابا على واقع المرأة البحرينية في جميع المجالات وأسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين على خارطة دول العالم الرائدة في مجال دعم المرأة وتمكينها حتى بات نموذجا يحتذا به وللمرأة مكانتها الرفيعة في بلادنا ولله الحمد فهي مباركة في سعيها وعطائها ولها كل التقدير والتكريم ونوجهنا بالاستمرار في دعم وتطوير الخطط والبرامج التي تخصص لذلك وعلى سبيل المثال للحصر الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بمبادراتها الهامة لا تخلو الخطابات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من التأكيد على الدور الهام الذي تطلع به المرأة البحرينية في مسيرة نهضة وطنها على الصعود كافة فهي من قرأت وتعلمت وشاركت بجانب أخيها الرجل في بناء الإنسان والأوطان في ظل الدعم اللامحدود والرعاية التامة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن عاهل البلاد المفدى وهو ما انعكس إيجابيا على واقع المرأة البحرينية وأسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين على خريطة دول العالم الرائدة في مجال دعم المرأة وتمكنها ما مكنها من إثبات دورها وحضورها الناجح والمميز بكل كفاءة واقتدار في جميع المحافل حتى باتت اليوم تشغل العديد من المراكز والمناصب القيادية التي تبقى شاهدة على مساهماتها الإيجابية والفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة تحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويأتي الأمر الملكي السامي بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة يأتي تجسيدا للرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى وترجمة حية للمشروع التنموي الشامل والحضاري لجلالته إيمانا بدور المرأة البحرينية وإمكاناتها وقدراتها وجدارتها في رسم مستقبل مزدهر في ظل العهد الزاهر فأصبح هذا الكيان الوطني الذي تقوده بكل حكمة واقتدار قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بيت خبرة عالي المستوى نظير إنجازاته العظيمة ونجاحاته المتألقة وبصماته الجليلة في الدعم الاستراتيجي للمرأة انطلاقا من التمكين وصولا إلى التقدم وفق مبادئ وقيم العدالة والتنفسية والاستدامة ولا شك أن الرعاية الملكية السامية لاحتفالات المجلس بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر رسالة واضحة تؤكد استمرارية الدعم الملكي السامي والمبارك للمرأة والرغبة الصادقة في أن تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات عبر خوض كافة المجالات التنموية لتكمل إسهاماتهم الجليلة في رسم حاضر ومستقبل المملكة وهذا ما شاهدناه من عزيمة وإصرار في مجابهة تحدي كوفيد-19 حيث واصلت الليلة بالنهار لتبرهن بأن لا شيء يقف أمام المرأة البحرينية في مختلف الظروف في ظل ما تحظى به من عناية ملكية سامية وتقدير عال لكافة جهودها في مختلف مواقعها وأدوارها الوطنية